سياسة الفوتوشوب هده عنوين اللي ديتو اليوم قبل كل شي خاليني نذكر ونفسر اللي الفوتوشوب هو برنامج للمعالجة والرسم بمساعدة الوردينتور وتم تليقه عام 1990 وتركيزه عام 92 لأنظمة التشغيل الماك والويندوز يعني الفوتوشوب هو ان لوجيسيال ده رتوش ده ترتمان ده ديسان أسيستي باوردينتور وكي ما قلتلكم انتلق من عام تسعين تم نشره من قبل شركة أدوب وهو يستخدم يستخدم بشكل أساسي لمعالجة الصور الرقمية ويستخدم أيضا لإنشاء الصور من عدم يعني تكون ما فهم حتى تسويره ويخلق لك تسويره اللي عبروا عليها بالدزيماج إكس نيلو في تونس وخاصة في العالم الموازي اللي عايشين فيه المواطنين بتنوحهم العالم اللي هذي العالم الموازي اللي يهنيو فيه ويعزيو فيه ويسبو فيه ويضحكو ويبكيو فيه ويهبتو تصورهم ويتعارفو على بعضهم والحياة الكل والتي تعايشة فيه العالم الموازي هذيه إذن فيه العالم كيما قلت لكم اللي الناس عايشة فيه حياتهم اليومية عالم شبكة التواصل الاجتماعي الفوتوشوب أصبح مرادف لكذب وتسوير دايير زوز مصطلحات تونسية بحتة تفليم وفوتوشوب وهذهم يتطبقوا خاصة في عالم السياسة التفليم يخص المواقف والأراء والأفكار والفوتوشوب يخص الصور المستعملة وعديد الأحزاب تستعمل هذه التقنية الفوتوشوب بيش تضخم وتكبر من صورتها خاصة كيف تبدأ عاملة وقفة احتجاجية أو مسيرة أو اجتماع في ذا كان الحضور دون الانتظارات فيتم استعمال تقنية النفخ في الصورة أو الفوتوشوب بيش تظهر صورة مغلوطة للناس وخاصة للخصوم السياسين وهي طريقة للتحيل على الناس بمتياز في فرنسا وفي الانتخابات الأخيرة فشل حزب الجمهوريين اللي غي بي بليكا اللي هو حزب الرئيس السابق ساركوزي حزب شغاك حزب جيسكار ديستان حزب دوغول الجنرال دوغول فشل في الرئاسية وفي التشريعية واستعرف بالفشل المتاعه وعمل وقف التأمل وفكر وخمم وصل الفكرة أنه يلزم يتغير ويعمل انتخابات داخلية جديدة وتكون عنده قيادة جديدة ويقدم تصور جديد باش ينال ثقة المواطنين في الانتخابات القادمة اللي باش تصير في 2027 واذا شنو اللي قاعد يصير في الحزب الجمهوريين اللي بي راح انتخبوا رئيس جديد لا كذبوا لا فلموا لا استعملوا فوتوشوب رئيسهم السابق ما زال يبحث في قضية تمويل الحملة وفي عديد القضايا الأخرى والملف في متاعه في يد القضاء اعلمهم وصحفتهم وقنواتهم تحلل وتناقش بكل موضوعية والصحافة تقوم بعملها بكل حرافية وكل حرية والقطوس يسميه قطوس والصورة ما تتبدلش من قناة إلى قناة ناس تحترم ذكاء المواطن وكل واحد يلعب في المربع متاعه التوينسا للأسف يسر يصدقوا ما يقال وما ينشر في الشبكة اللي يحصل فيها المتابع كيف الحوتة في شبكة الصياد وتلقى وزراء سابقين خاصة انك اللي كانوا في حكومة الترويكا والسياسيين ونشطاء يغالطوا في الناس بصور مفبركة ومواقف وتحليل مغلوطة وهو ما اللي يستادوا باستعمال سنارة الكذب والفوتوشوب وطبعا يلقاوا موسيندا من قنوات أجنبية تعمل لمصلحة دولها اليقظة ثم اليقظة مطلوبة من الجميع la vigilance يظهر لبعض الناس يلزمهم control anti-dopage باش يتم إقصائهم على خاطر ما همش فاهمين معنى احترام قانون اللعبة فيسبوك يلزمو حد كما أيلون موسك المالك الجديد لتويتر اللي عامل حملة ضد الكذب والفيك نيوز ومدافع شرس عن حرية التعبير الصحيحة طبعا مش المضروبة موسيقى اشتركوا في القناة